اختتم وفد المجلس الانتقالي الجنوبي الجمعة الماضية زيارة رسمية إلى مملكة هولندا استجابة لدعوة من وزير خارجيتها للرئيس عيدروس الزوبيدي والتقى الوفد برئاسة رئيس الهيئة السياسية رئيس وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس الدكتور ناصر الخبجي ومسؤولي وزارة الخارجية الهولندية وكذا سفران من دول الانتحاد الأوروبي ودول عربية وأجنبية ومبعثين دوليين إضافة إلى عدد من المسؤولي المنظمات الدولية وشهد تزيارة إجراء عدد من اللقاءات الصحفية مع صحفين عالمية لتسليط الضوء على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية في الجنوب اشتركوا في القناة